اشتركوا في القناة وإلى قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعجل والعجل إعطاء كل ذي حق حقه هذا هو العجل أن تعطي كل ذي حق حقه وليس العدل هو المساوات ولهذا يخطئ من يقول إن دين الإسلام دين المساوات دين الإسلام دين العدل ولهذا قال عز وجل إن الله يأمر بالعجل فالمساوات أن تساوي بين شيئين أن تساوي بين شيئين مع اختلافهما في الأوصاف وهذا لا يصح المساوات إنما تكون مع اتحاد الأوصاف وتساوي الأوصاف أما مع الاختلاف في الأوصاف فليس هذا عجلا بل هو جور وظلم إن الله يأمر بالعجل والأمر بالعجل نهي عن ضده وهو الظلم ولهذا حرم الله عز وجل الظلم ونفى الظلم عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وإنما نفى الظلم سبحانه وتعالى عن نفسه لكمال عجله والظلم يكون فيما يتعلق بعبادة الله ويكون فيما يتعلق بعباد الله فأما الظلم في حق الله عز وجل فأعظمه الشرك بالله قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف درجاتها وأنواعها من الكبائر والصغائر وأما الظلم المتعلق بالعباد فإنه يدور على ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الظلم يدور على هذه الأمور الثلاثة إن دماءكم فالظلم في الدماء هو العدوان على الغير إما بقتل النفس أو فيما دونها فمن قتل نفساً بغير حق فقد ظلم نفسه ومن أتلف من آدمي فيما دون النفس بأن اعتدى عليه في بدنه أو أتلف شيئاً من أعضائه فقد ظلم نفسه إن دماءكم وأموالكم أيضاً من الظلم الظلم في المال وذلك بأن يعتدي على مال غيره إما بسرقة وإما عن طريق الغصب وإما عن طريق الجحت وإما عن طريق الغش والخداع فالذي يغش الناس في بيعه وفي شرائه قد ظلمهم وأعراضكم هذا الثالث الاعتداء على الناس في أعراضهم إما بسب أو شتم وأعظم من ذلك القذف بأن يرميه والعياذ بالله بالفاحشة أو بزناً أو لواط هذا هو الظلم إذن الظلم يدور على هذه الأمور الثلاثة الظلم في الدماء والظلم في الأموال والظلم في الأعراض والظلم أيها الإخوة له صورٌ متعددة فمن الظلم أن الإنسان إذا كان عنده أكثر من زوجه أن يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخرى بأن يعطيها من المال أكثر من الأخرى أو أن يبيت عندها أكثر من الأخرى أو أن يشتري لها هدايا دون الأخرى أو أن يشتري لها هدايا دون الأخرى فكل هذا من الميل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لهم رآتاني فما لإلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالواجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته يعدل بينهن في القسم ويعدل بينهن في المسكن ويعدل بينهن في النفقة ويعدل بينهن في الكسوة وفي كل شيء ولكن ما هو ضابط العدل في النفقة ضابط العدل في النفقة هو الكفاية وليست المساواة العدل في النفقة على الزوجات وعلى الأولاد العدل فيها الكفاية وليس العدل المساواة فإذا كان للشخص زوجتان كفاية الأولى كل شهر ثلاثة آلاف ريال تحتاج إلى ثلاثة آلاف والأخرى تحتاج إلى ألفين فإذا أعطى الأولى ثلاثة آلاف كفايتها وأعطى الثانية ألفين كفايتها فقد عدل أما إذا أراد أن يهب ويهدي فالواجب العدل والمساواة ففرق بين العطية وبين النفقة فالعدل في النفقة هو الكفاية والعدل في الهبة والعطية هو المساواة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزوجات أو فيما يتعلق بالأولاد مثال ذلك إنسان عنده خمسة من الأبناء أحدهم يدرس في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث في المرحلة المتوسطة والرابع في المرحلة الابتدائية والخامس في التمهيد أو لا يدرس قد تكون نفقة الذي في التمهيد شهريا أكثر من نفقة الذي في الجامعة فإذا أعطى كل واحد من أبنائه كفايته وما يكفيه فإنه يعدل فمثلا لو احتاجوا لو احتاج كل واحد منهم إلى لباس هل من العدل أن نقول أن الذي في الجامعة طوله مئة وستون متراً والذي في التمهيد طوله أربعين سنتي هل نقول إنه يعدل بينهم ويعطي كل واحد أربعين سنتي من القماش؟ لا يعطي كل واحد ما يكفيه إذن نرجع ونقول إن العدل في النفقة أو في الإنفاق على الأولاد وعلى الزوجات هو ماذا؟ هو الكفاية فإذا أعطى كل واحد من أولاده كفايته فقد عدل ولو كان متفاضلاً أما إذا أراد أن يهب أولاده هبة أو عطية فالواجب عليه أن يعدل بينهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالعدل بين الأولاد في العطية إن كانوا ذكوراً أن يسوي بينهم وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل والله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين من صور الظلم أيضاً أن يوصي الإنسان لبعض ورثته دون بعض بأن يقول أوصيت لفلان من أولادي أو لفلانة من أولادي فإن هذا من الجور والظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث من الظلم أيضاً أن الإنسان إذا زوج أولاده في حال حياته وبقي بعض أولاده لم يتزوج أوصى لهم بقدر المهر مثال ذلك إنسان مثلاً عنده خمسة من الأبناء زوج الأول في حياته زوج الأول والثاني والثالث الرابع والخامس كانوا صغاراً فأوصى لهم بعد موتي قال أوصيت بكذا وكذا من مالي يكون مهراً لهؤلاء الأولاد يتزوجون به نقول هذا لا يجوز لأن الإنسان إذا مات فإن ماله ينتقل إلى من؟ إلى الورثة فهو حق للورثة فالمهم أن أمر الله تعالى بالعدل إن الله يأمر بالعدل نهيٌ عن ضده وهو الظلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان يكون في عبادة الله ويكون مع الله تعالى ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مع عباد الله فالإحسان يكون مع الله ومع رسوله ومع عباد الله الإحسان مع الله تعالى بأن تعبد الله تعالى مخلصاً له الدين فاعبد الله مخلصاً له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فمن أشرك في عبادة الله فليس بمخلص الإحسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكونوا باتباعه والتأسي به والاقتداء به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فيتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته واعلم أن المتابعة لا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق في كل عبادة إلا إذا جمعت أوصافاً ستة وذلك بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها وفي سببها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها كم هابه؟ ستة لا بد أن توافق العبادة الشرع في هذه الأمور الستة أولاً في جنسها فمثلاً الأضحية الهدي والأضحية إنما يكون من بهيمة الأنعام فلو أراد شخص أن يضحي بغزال أو أن يضحي بأرنب قال أنا لا أملك شاتاً أملك أرنب أو بدجاجة أو بديك هل يجزئ؟ لا يجزئ لأنه مخالف للشرع من حيث ماذا؟ من حيث جنس العبادة أيضاً أن يكون موافقاً للشرع في سبب العبادة فإذا شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً لم يكن متابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم فمثلاً كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء يبدأ به حين يدخل البيت أنه يتسوق عليه الصلاة والسلام إذن السبب سبب السواك هو دخول البيت جاء شخص وقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخول بيته إذن فالاستياك عند دخول المسجد من باب أولى فأنا أريد أن أستاك عند دخول المسجد فنقول إن هذا ليس مشروعاً لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في كل يوم وليلة وهل نقل أنه كان يستاك؟ لا السواك يقول عند فعل الصلاة عند إرادة الصلاة أما أن يجعل دخول المسجد سبباً للسواك فهذا ليس من الأمور المشروعة أيضاً إنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين سنة نقول هذا أيضاً من البدع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين ثالثاً أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وكميتها فلو صلى الظهر ركعتين أو المغرب أربعاً أو سجد في كل ركعة ثلاث مرات فهل تصح صلاته؟ لا تصح لأن هذه العبادة لم تكن موافقة للشرع في قدرها لو طاف بالبيت خمسة أشواط أو سعى بين الصفى والمروى ستة أشواط لم تصح العبادة لأنها ليست موافقة للشرع في ماذا؟ في قدرها رابعاً أن تكون العبادة موافقة للشرع في كيفيتها وصفتها فلو صلى وصار يسجد قبل أن يركع يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يسجد ثم يقوم ويركع فهل تصح الصلاة؟ لا تصح لأنها مخالفة للشرع من حيث الصفة والكيفية لو طاف بالبيت وجعل الكعبة عن يمينه لم يجعل الكعبة عن يسار وإنما جعل الكعبة عن يمينه لم يصح لأنه مخالف للشرع في صفة العبادة خامساً أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها في زمنها فمثلاً لو صام رمضان قبل وقته لما جاء وقت الشتاء قال رمضان يصادف أيام القيض حر وأنا لا أستطيع أن أصوم رمضان في أيام الحر فسأصوم في أيام الشتاء أقدم وهذا من المسارى إلى الخيرات فهل تصح العبادة؟ الجواب لا تصح رجل آخر أيضاً أراد أن يضحي قال إن الأضاحي الإبل والبقر والغنم في وقت شهر ذي الحجة تكون مرتفعة الثمن فأنا أريد أن أضحي في شوال الأضاحي تكون رخيصة فذبح أضحيته في شوال هل تكون مقبولة؟ لا لأنه خالف الشرع في ماذا؟ فيما يتعلق بالزمان سادساً أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها فلو اعتكف في غير المسجد إنسان أراد أن يعتكف في بيته اتخذ في بيته وضع سجادة واتخذ مصلى وقال أعتكف في هذا المكان فهل يصح تكافه؟ لا لأنه مخالف للشرع في مكان العبادة إذن كل عبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشرع في هذه الأوصاف الستة وهي السبب والجنس والسبب والكيفية والكمية والزمان والمكان هذا ما يتعلق بالإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أيضاً يكون لعباد الله بأن يحسن إلى الناس وجماع الإحسان إلى الخلق يجمعه ثلاث كلمات بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه هذا هو الإحسان إلى الخلق بذل الندى الندى ما هو؟ الندى هو المعروف فتبذل المعروف سواء كان معروفاً قولياً أم معروفاً مالياً أم معروفاً فعلياً أم معروفاً يتعلق بالجاه لأن نفع الناس قد يكون بالقول ترشده تعلمه تذكره هذا إرشاد قولي الإرشاد أيضاً يكون بالمال إذا كان يحتاج إلى مال قصد الإحسان الإحسان يكون أيضاً بالمال إذا دفعت إليه مالاً يدفع به حاجته فقد أحسنت إليه إذا أعنته على أمر يحتاجه تعين الرجل في دابته فتحمل عليها متاعه صدقة الإحسان أيضاً يكون بالجاه بأن يكون هذا الرجل مثلاً يحتاج إلى علاج يحتاج إلى تقديم خدمة فتشفع له هذا أيضاً من الإحسان إذن بذل الندى يشمل الندى وهو المعروف المعروف القولي بالقول والفعل والمال والجاه وكف الأذى أن تقف أذيتك القولية والفعلية الأذى القولي بالسب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك والأذى الفعلي بالاعتداء عليه إما بأن يؤذيه مثلاً عند بيته يضع القاذورات أمام بيته أو يؤذيه في سيارته يغلق باب بيته أو يغلق مثلاً الكراج أو الكراج السيارات بحيث لا يستطيع الدخول والخروج كل هذا من الأذية وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينة وطلاقة الوجه يعني أن تلاقي إخوانك المسلمين بوجه طريق بوجه متبسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة وبعض الناس يظن أنه إذا تبسم في وجه إخوانه وأظهر لهم البشر والسرور أن هذا ينقص من قدره وقيمته وأنه ينبغي له أن يكون عابساً مكفهراً لأن هذا يجعل له شخصية وهذا في الواقع من تزين الشيطان فعلى الإنسان أن يحرص على أن يلقى إخوانه بوجه طريق بوجه متبسم لا أن يلقاهم بوجه مكفهر بوجه معربد والإحسان وإيتاء ذي القربة أي إعطاء ذي القربة وذي القربة أي القرابة والقرابة كل من كان بينك وبينهم ولادة سواء كانت قريبةً أم بعيدة والقرابة والقرابة هم من يجتمعون بك في الجد الرابع فيشمل ذلك الأب وأبي الأب وأبي أبي الأب هؤلاء هم الذين تجيبوا صلتهم وصلة الرحم من الأمور التي حث الشارع عليها وحذَّر من مخالفتها فهل عسيتم إن توليتم أن تبسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمَّهم وأعمى أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم فعلى الإنسان أن يصل رحمه حتى لو لم يصلوك حتى لو قُدِّر أنك إذا وصلتهم يهجرونك فعليك أن تصلهم ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قُلت فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير والإنسان بالنسبة لأقاربه إما أن يصلهم مع الإحسان وإما أن يصلهم بلا إحسان وإما أن يصلهم مع الإساءة وإما أن يقطعهم كم هذه؟ أربع حالات أحوال الإنسان مع عقاربه أربع إما أن يصلهم مع الإحسان إليهم وهذه أكمل المراتب وإما أن يصلهم بلا إحسان يعني لا يعطيهم شيئاً من المال ولا من الهدايا ولا من غيرها وهذا هو الواجب وإما أن يصلهم مع الإساءة يعني يصل لكن يسيء إليهم فهذا محرم وإما أن يقطعهم وهذا أيضاً محرم فالواجب على الإنسان أن يحرص على صلة أرحامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ثم إن الرحم أيها الإخوة يختلف صلتهم بحسب القرب والبعد فأخوك الشقيق ليس كأخيك لأبيك وابن عمك القريب ليس كابن عم أبيك وابن خالتك ليس كابن ابن خالتك وهكذا فكلما قرب الإنسان منك كانت صلته أولى وأشد ثم الصلة أيضاً لم يرد الشرع بتحديدها بشيء معين قد تكون الصلة بأن تذهب إليه مباشرة وتسلم عليه وقد تكون الصلة بأن تتصل به هاتفياً وقد تكون الصلة بأن ترسل إليه رسالة في كل مناسبة فعلى هذا يرجع في الصلة إلى ماذا؟ إلى ما جرى به العرف إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيتاء ذي القربة إيتاء ذي القربة يعني أن تؤتيهم أولاً أن تصلهم وثالياً أيضاً أن تحسن إليهم بالمال بالصدقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ينهى عن الفحشاء الفحشاء ما فحش وعظم من الذنوب من الكبائل من الربى والزنا وقتل النفس وغيرها وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر كل ما أنكره الشرع ولم يقره وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي هو العدوان بأن يعتدي على غيره وأن يبغي على غيره إما في نفسه وإما في ماله وإما في عرضه ثم قال يعيضكم لعلكم تذكرون يعيضكم ما هي الموعظة أكثر العلماء رحمهم الله يعرفون الموعظة بأنها التذكير المقرون بالترغيب والترهيب يعرفون الموعظة بأنها التذكير أو الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب هكذا عرفها كثير من العلماء والأحسن أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق التذكير بما يصلح الخلق سواء كان هذا التذكير ترغيباً أم ترهيباً أم ذكراً للأحكام الشرعية فذكر الأحكام الشرعية من الموعظة فأنت إذا علمت الناس صفة الصلاة فقد وعظتهم إذا علمتهم صفة الحج صفة الوضوء فقد علمتهم بل إن تعليم الأحكام الشرعية وحاجة الناس إلى الأحكام الشرعية هي أعظم من حاجتهم إلى مجرد المواعظ المواعظ يتأثر الإنسان بها في وقتها ثم تنسى لكن الأحكام الشرعية تبقى ولا تنسى الآن لو أني ذكرتم موعظة وكانت موعظة بليغة عظيمة ستتأثرون عند سماعها ولكن سرعان ما يزول هذا التأثر شيئا فشيئا ثم ينسى لكن لو علمتكم أحكاما شرعية علمتكم أحكام المس على الخفين أحكام سجود السهو ستبقى هذه الأحكام راسقة في ذهنك ولو بعد سنين إذن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة والدليل على أن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم أن يبكركم لعلكم تذكرون فتتعيضون وتنقادون لأمر الله عز وجل وتتقول الله تبارك وتعالى هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الآية الكريمة ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يذكرنا منهما نسينا وأن يعلمنا منهما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا أطراف النهار شكرا شكرا